السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك الحمد بعدد قطر الأمطار ولك الحمد بعدد ورق الأشجار ولك الحمد بعدد من أمسى عليه الليل وأصبح عليه النهار اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفاني تعف الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن أحبائي ومشاهدين الكرام أسعد بحضرتكم وأولى حلقات برنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولا تعالوا نتعرف في هذا البرنامج على النبي صلى الله عليه وسلم من هو النبي هو محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب وكنيته أبو القاسم رضي الله عنه وكان يلقب في مكة بقبل بعثته نبيا بالصادق الأمين فكانوا يسمون النبي صادقا حتى أنهم كان أهل مكة يدعون عنده الودائع والأمانات ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قالوا عنه كاهن وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كذاب وقالوا مجنون وازدجر ألقي الزكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فنزل قول المولى عز وجل وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين يعني أغلب الناس إلا ما الرحم ربي يعتقد أن النبي الأمي يعني الغير متعلم لا الأمي وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين نسبة إلى أم القرى وهي مكة المكرمة يعني وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يعني المولى عز وجل تفضل علينا بإرسال النبي من أم القرى ومن أهل مكة طيب المتأمن لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين اتناشر من ربيع الأول عام الفيل تشوف النظام في حياة النبي النبي ولد الاثنين وتوفي الاثنين وبعث نبيا يوم الاثنين وهاجر من مكة إلى المدينة يوم الاثنين هاجر من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين يوم الاثنين أيضا نظام لماذا كل هذا النظام في حياة النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر من الدعاء ويقول اللهم تولى أمرنا وروت أم النبي صلى الله عليه وسلم السيدة آمنة أنها لما كانت حاملا فيه قالت رأيت نورا يخرج من ظهري طبعا وهي حامل في النبي رأت في منامها كأن نورا يخرج منها أضاءت له حدود بصرة أول قصور الشام والعجيب أن بصرة هذه في بلاد الشام أو أول حدود الشام هي أول بلد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد دعوة النبي إلى الإسلام وأول رشفة لبن للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من جارية لعمه أبو لهب وكانت تسمى ثويبة أول رشفة لبن للنبي كانت من جارية إعلانا للعالم كله أن هذا النبي سيحرر العبيد بل سيجعل من العبيد سادات وقادات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح وفي الرابع من عمره أتاه ملكان فشق صدره وأخرج حظ الدنيا من قلبه ثم أعاد الملكان قلبه إلى صدره ثانية مشاهدين الكرام توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة أو السادسة من عمره وكفله بعدها عمه أبو طالب وعبد المطالب بعد ذلك جده صلى الله عليه وسلم يقول المولى عز وجل فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى للنبي قسوة قلبه فأشار عليه النبي امسح بيدك على رأس اليتيم مشاهدين الكرام المتأمن لسير الأنبياء يجد أن جميع المرسلين عاشوا أيتاما أو عاشوا في غير مواطن آبائهم فآدم عليه السلام ولد بلا أب ولا أم وإبراهيم عليه السلام بعدما هجره أبوه ورمي في نار النمروز عريانا قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرج منك وهجرني مليا ويوسف عليه السلام عاش في مصر بعيدا عن أبوه أربعين عاما وكان يوسف يتيم الأم وكان يحظى برعاية عمته فائقة وعيسى عليه السلام ولد بلا أب وموسى عليه السلام تربى في قصر الفرعون بعيدا عن أمه وبعيدا عن أبوه وإسماعيل عليه السلام نشأ في واد غير ذي زرع بعيدا عن أبوه ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب وماتت أمه وهو في السادسة من عمره محمدا في السادسة من عمره ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفلا مع أمه آمنة بنت وهب والسيدة برك الحبشية ذهبا هو أمه والسيدة برك الحبشية أم أيمن إلى زيارة قبر أبيه في المدينة وهما في الطريق عائدين شكت آمنة وجعا آمنة لا تريد أن تموت حتى لا تترك اليتيم وحده والنبي صلى الله والمولى عز وجل يريد أن تموت حتى يتملك ويتبنى هو اليتيم هل غير اليتم شيئا في طفولة النبي لا والله هل غيرت المقادير شيئا في حياة الصالحين لا والله كل يتيم عظيم مشاهدين الكرام طفل ماتت أمه وتزوج أبيه بأخرى فقال الأب لطفله يا بني أيهما أفضل أمك الجديدة أم أمك القديمة فقال الطفل لأبيه لقد كانت أمي القديمة كاذبة طبعا الطفل براءة الأطفال في عينيه طفل مات وتزوج أبيه بأخرى يا بني أيهما أفضل أمك الجديدة أم أمك القديمة فقال الطفل لقد كانت أمي القديمة كاذبة بهت الأب احتار كيف يا بني فقال الطفل لقد كانت أمي القديمة تقول لي لئن لم تكف عن صراخك لي وعنادك لي سأتركك جائعا وما هي إلا دقائق إلا وتخرج باحثة عني بين الأذقة فتحضرني للبيت وتطعمني أما أم الجديدة فستقول لي سأتركك جائعا وها أنا ذا جائعا منذ يومين مشاهدين الكرام عاد النبي وأمه والسيدة أم أيمن برك الحبشية وفي الطريق غارت النجوم وهدأت العيون ولم تسمع إلا أسودا تزمجر وكلابا تنبح في الصحراء المدينة فشكت آمنة وجعا وحين ذاك ماتت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم القدر رفرف عليها هي لا تريد أن تموت حتى لا تترك محمدا وحدة وحين ذاك ماتت آمنة بنت الخامسة والعشرين من عمرها أصعب إحساس في الدنيا إحساس اليتم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبكي اليتيم ينادي المولى عز وجل ويقول يا جبريل من ذا الذي أبكى هذا الذي استودعت أباه تحت الثرى وعزتي وجلالي لأكتبا لمن مسح بيديه على شعر اليتيم بكل شعرة حسنة ماتت آمنة والنبي صلى الله عليه وسلم محمدا الوليد ابن السادسة من عمره أراد أن يكرم السيدة أم أيمن بركة الحبشية ويقول لها يا أمي أنت أمي بعد أمي طبعا الإحساس باليتم ده أشد إحساسا وعاد محمدا مع أم أيمن بركة الحبشية عاد إلى عمه أبي طالب وبعد ذلك جده عبد المطلب السيدة حليمة السعدية مرضعة النبي كانت تقول ليس لنا مصباح في الليالي المظلمة إلا وجه النبي شايف النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الناس رجلا وكان بين الرجال بطلا وكان بين الأبطال مثلا يحتزى به وبعد ذلك من حياة النبي طبعا بعدما ماتت أم النبي كفله جده عبد المطلب وبعدما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب أعزائي المشاهدين وفي الختام أتوجه بالدعاء اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى يا كريم العطاء يا سميع النداء يا مجيب الرجاء يا رب الأرض والسماء اللهم يا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم اللهم اغفر لآبائنا اللهم ارحمهم كما رحمونا اللهم أكرمهم كما أكرمونا أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال لا يسعني في برنامجي ليلة في بيت النبي إلا أن أتوجه بالشكر إلى حضرتكم وأسعد بحضرتكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر